السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا التقويم الفصل الاول من كتاب اول ثانوي فيزياء. قبل ما ابدأ الفيديو اشتركوا في القناة عشان يصلكم كهل جديد. هنا بالبداية عندنا اكمل خريطة المفاهيم ادنى بما يناسبها من الخطوات الطريقة العلمية. هاد الطريقة العلمية. سبق درسناها. وجدا سهلة. اول شي عندنا تحديد المشكلة. اي نحدد المشكلة يلي تصير. تاني شي بعد ما تصير مشكلة المفروض نحن نجمع معلومات. اذا نجمع المعلومات. تاني شي وضع الفرضية. بعدين اختبار سحة الفرضيات. يعني انا اختب الفرضيات اللي انا وضعتها. بعدين احل البينات اي تحليل البينات وعندنا الاستنتاج. هنا فقرة الاستنتاج تنقسم الى اثنين. الاستنتاج يدعم الفرضية. وهنا يتكرر. اما الاستنتاج لا يدعم الفرضية. الان عندنا اتقان مفاهيم ما المقصود بالطريقة العلمية. الطريقة العلمية صفحة اتناش. اذا نروح صفحة اتناش. هذه صفحة اتناش. وهنا مكتوب الطريقة العلمية. اسلوبا للاجابة عن تساؤلات هذا كله. معنا الطريقة العلمية. اذا عند السؤال. هنا. اما انك تكتبين التعريف. او اما تكتبين صفحة اتناش وتحددينها في صفحة اتناش. ما اهمية الراضيات في علم الفيزياء? هنا كاتب انا صفحة خمسطاش. نروح لصفحة خمسطاش. نروح لصفحة عشرة عفوا هنا. على اللي يستخدم يستخدم معلومات الفيزياء الراضيات بوصفها لغة قادرة على التعبير عن القوانين والظواهر الفيزيائية. بعدين عندنا من نظام الدولي للوحدات. نروح لصفحة ستاش. هذه صفحة ستاش. هنا النظام الدولي للوحدات وهذا تعريفة. وهنا عندنا النظام الدولي للوحدات. مثل ما قلت هذا لسؤال هنا. من نظام الدولي للوحدات. ماذا تسمى خيم المتر الاتية? اذا عندنا واحد على مية متر. تسير واحد ضرب عشرة وسالب اثنين سنتيمتر. هنا عندنا واحد على الف متر. تسير واحد ضرب عشرة وسالب اه ثلاثة ملي متر. هنا الف متر تساوي واحد ضرب عشرة وس ثلاثة كيلو متر. انا من فين جبت هذه من القوانين اللي درسناها قبل. ان شاء الله تكون موضحة عندك. ننتقل هنا عندنا في تجربة علمية. قيز حجم الغاز داخل البالون وحدد علاقته بتغير درجة الحرارة. ما التغير المستقل وما التغير متغير التابع. المستقل هي درجة الحرارة. اما المتغير التابع اي حجم البالون. كيف يعني? اول شيء المستقل يعني شيء انت تتأثرين انت تساوينه. مثلا انا هنا انا حطيت الدرجة الحرارة. انا هي اللي غيرتها. اذا اول ما احط درجة الحرارة اذا هذا مستقل. اذا ماذا يتغير بعدها? يتغير تابع. اذا هذا يكون الشيء اللي يتغير بعد ما انا اساوي الشيء للقبل. هنا عندنا ما نوع العلاقة الموضحة في الشكل. هنا عندنا شكل. هنا هذه. هنا عندنا السرعة. وهنا عندنا المسافة. وهنا علاقة تبضيه. اذا هي علاقة تبضيه لان السحن طالع لفوق. هنا. ما ندخل بهذا السؤال. لما يكون كذا يكون علاقة لفوق. هنا عندنا لديك علاقة آتية. عندنا F على ثلاثة. اذا انا سبق قلت لك اذا اوضح لك. اذا كانت خط تكون عكسية. اذا كانت جنب بعض اذا طردية. اذا هنا عندنا F و R. نروح عند F. نروح عند R. هذه ايش خط مايل. اذا علاقة عكسية. نروح عند F و M. هذه مستقيم اذا طردية. نروح عند V و F. V و F. هذه ايش? هذه كمان طردية. اذا اذا كان خط مستقيم. اذا كانت طردية هنا. اذا كان خط ماي سواء فوق او تحت اكون عكسية. هنا عندنا ما الفرق بين النظرية العلمية والقانون وهذه كله. من وين اجيبه? من التعريفات اللي قبل. هنا عندنا قام طالبان بقياد سرعة الضوء. فحصل الاول على هذا. وحصل الثاني على ايهما اكثر دقة. الاول. ليه انا حكيت الاول? لانها مش خطأ. كيف يعني? لان هنا خطأ الهامش. اذا هو اكثر دقة. طيب ايهما اكثر ضبطا. علما بان الكمية المعيارية للضوء وهذه الثاني ليش? لان الكمية المعيارية اقرب. اذا هنا عندي لنلاحظ. هنا. هذي اقرب لها. بس هذي بعيدة كثير يعني. هنا عندنا ما طور ورقة تجر المبنية في على ال هنا. اذا لما يطلب مني قياس يزضمن هاشم هامش عفوا ان خطأ. اذا من القانون اللي حكينا قبل. الصغر تدريج على اثنين. نشوف. الصغر تدريج صفر فاصلة واحد على اثنين. يطلع لنا الجواب هنا. وهنا عندنا اختبار مقنن. هنا في الخيارات استخدم عالمان اي وبي تقنية تاريخ بالكربون مشعر لتحديد عمر رحمين المهم. فهنا عندنا نلاحظ عندنا اربعين هنا عندنا خمسين. اطول نطلع هنا. اذا الجواب قياس العالم اي اكثر دقة. ليش حكي هذا العالم اي اكثر دقة? لان هو اقل. وهنا لو رجعنا عند مسائل هنا نحكينا حولي نحول مثل ما اخدنا قبل في القواعد. يكون سهل جدا عليك ونعرف ان واحد القوانين كلها اخدناها. ان شاء الله يصير عليك سهل.